استضافت منظمة متحدون ضد إيران نووية استضافت معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كمتحدث في فعاليتها السنوية التي حضرها العديد من كبار الشخصيات السياسية وعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين وعرب معالي السفير عن شكره للقائمين على الفعالية وعلى دعوته للمشاركة في هذه الفعالية السنوية مبينا خلال هذه الفعالية التهديدات والتحديات الأمنية على الصعيد الإقليمي والدولي مشيرا إلى أهمية مساعي مملكة البحرين في حفظ الحركة الملاحية في الخليج العربي وذلك عبر العديد من التحالفات مع الدول الشقيقة والصديقة داعيا الدول المعنية إلى تكليف الجهود الرامية إلى توحيد الصفوف بين الدول ضد الأخطار المحتملة وأشر السفير إلى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين والتي أرصى دعائمها جلالة الملك المفدى تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها مشيدا بدور الدول التي تولي اهتمامها لمواطنيها وتؤكد على مبدأ الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر